ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب الأصيل المحب للطرابة زي ما حدكم شفنا يمكن حالة من التقالبات الجوية شاهدناها بالأمس ويمكن النهاردة شوية رياح وشوية تغيرات الصبح بيبقى الجو حار وبيليل بيبقى شهز البرود ولكن خلالنا نعرف أكتر من أستاذ دكتور أحمد عبدالعال رئيس الهائة العامة للرصاد الجوية برحب بيك دكتور تحياتي لحضرتك كيف أنت أهلا بحضركم والسادة المشاهدين في البداية بقول لحدك كل سنة وحدك طيب وكل اللي عاملين بالهائة العامة للرصاد الجوية بقى الف خير وصحة وسعادة وبنسبة يوم العالم الأرصاد الجوية صحي كده شكرا لحضركم كان أمس اليوم العالمي الأرصاد الجوية وأقيم احتفال سبير في الهائة العامة للرصاد الجوية صحيح وفي في رؤيك وياضات الوزارة الرمالين اللي هي ترصدت بها وكان يوم جميل تم تكريم فيه العامة المميزين صحيح كان أنا كنت أحضر هذا الاحتفال من ثلاث سنين تقريبا وكانت لمسة جميلة من حضرتك يا فندم منذ التوليك مهام الهائة يعني تكريم رؤساء الهائة السابقين تقديرا لما قدموا من إنجازات في هذه الهائة المحترمة يعني كل سنة أحدكم طيبين ودايما بنعتاد من حضراتكم كل ما هو يعني مهم لبلدنا طمنا يا فندم على حال التقصي أخباره إيه النهاردة وخلال 72 ساعة اللي جاي إن شاء الله يعني إحنا النهاردة عندي نشاط لرياح على أغلب أنحاء الجمهورية مع قرص طبعا نشاط رياحة المسير المال وأتربة قرص لأمطار على الشمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء والسواحل الشمالية قد تصل خسفة جدا إلى القاهرة طبعا هو الأهم هو المشاط في إحدى لأنه مؤثر فعلا على أغلب الأماكن يعني تمام يا دكتور طيب هل فيه فرصة لسقوط الأمطار يا فندم على السواحل الشمالية النهاردة وبكرة أي إن شاء الله فرص أمطار خفيفة يعني بالنسبة للسواحل تمام بالنسبة لحركة الملاحة أخبارها إيه والشابورة تحديدا طبعا النشاط دائم مؤثر على الملاحة في البحرين إن شاء الله أبيض أو اللحمة تمام يمكننا قراءة خبر إن الوادي الجديد يعني هل أكثر تأثرة بحركة نشاط الرياح حال صاح ده دكتور هو مش الوادي بس حاليا الغباء نفسها فيها نشاط كبير لرياح وفيه نقطات في الرؤية هل ده ممكن تصل لشمال البلاد في الساعات اللي جاية؟ لا لا مش تصل لشمال البلاد هي محصورة على الأماكن اللي بنفع ليه النشاط ريح موجود على كافة جمهورية لكن إن هو يصل الرؤية اللي قوي حيبقى قصصة عماكن المكشوفة والصحراوية طب الشابورة أخبار يا فندي المتحدة عن طرق السريع لا طبعا نشاط الرياح ده مخلي ما فيه الشابورة لكن فيه طباح البتر ده متبقى فيه شابورة حد الساعة 8 تمام مرضى حسيت الصدر وتحديدا في حركة نشاط الرياح والأتربة دكتور نصيحة لو ممكن تقولها لهم إيه؟ طبعا لازم نحن نفعل تماما عن هذه الأتربة ومراجعة طبيب دكتور أول ده تمام بشكر حدث جدا لأستاذ الدكتور أحمد عبد العالي رئيس الهية العامة لأرصاد الجوية اللي طمننا على حالة التقصي النهاردة ونصيحة مهمة جدا كمان اسمح لي أضيف على كلام لأستاذ الدكتور أحمد عبد العالي خاصة بمرضى حسيت الصدر أو حسيت الأنف للأسف مثل هذه التوقعات بتكسر حركة الرياح المحملة بالأتربة والطراب اللي هو زي ما بقوله كده فيه زرات للأسف بتبقى مضرة جدا 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 لحسوسية الأنف ومرضى حسيت الأنف ومرضى حسيت الصدر فعشان كده ننصح الناس اللي هي مضطرة أنها تخرج في هذه التوقعات تحط كماما على أنفها وفمها عشان خاطر تتلاشى الإصابة لقدر الله بأي مشاكل كمان الناس اللي هي مش مضطرة أنها تشتغل للتلزم يعني البيت في هذا التوقع عشان الموضوع ما تفاقمش معهم وألف مليون سلامة على حضراتكم جميعا ورب دائما دمتم في صحة وعافية